كما ترأس اليوم المنذب الإداري بدائرة الأولى محمد سعيدة حقر عمال الدورة العادية للاعتماد الميزانية السنوية للبلدية للعام الحالي 2017 والتي قدرت بـ 1 مليار و 400 مليون فرنق صفاء المناسبة كانت بحضور عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم سيام والمستشارين محمد حسن عدم هذه الدورة العادية جاءت بهدف دراسة واعتماد الميزانية التسييرية لبلدية الدائرة الأولى للعام الحالي حيث استهلت المناسبة بكلمة المنذب الإداري للبلدية محمد سعيد هقار والذي أشاد بجهود العمدة وأمال البلدية لما قاموا به من أعمال ساهمت في تحقيق العديد من البرامج كما طلب من مستشاري المجلس البلدي تقديم الاقتراحات وتبادل المعلومات والأفكار الهادفة بغية السماح لإدارة البلدية المدية قدما وتحسين الحياة المعيشية لسكان الدائرة أمدت بلدية الدائرة الأولى في كلمته بهذه المناسبة تطرق إلى الإنجازات التي هققتها البلدية في العام الماضي والمتمثلة في توفير المياه الصالحة للشربة وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية المتشارين ينخشوا ويادبتوا بجهة دميل ديسات وبيجهة دميل سيزة كان 1 مليار و700 مليون لكن بصوباتنا عن الدول الجارة والعندنا صوبات ناقصة عن البترول والأزمة الدخل في البلاد والبولدان كل هذا ونشير إلى أن عمال هذه الدورة العادية الخاصة باعتماد الميزانية السنوية لبلدية الدائرة الأولى تستمر لمدة يوم ترجمة نانسي قنقر